دكتور ناجي طبعا احنا اخدنا اشي بسيط من اللي الرب وضعه في داخلك وفي قلبك لكن لو انت عاوز خلال دقيقة يعني عاوز توضح موضوع الطفان لأي مشاهد شو ممكن تخبر هنقول ان الطفان ده حدث عالمي عملاق وفي ادلة على كده لانه في كمية مية على الارض لو سطحت الارض كلها في مية تغطيها اتنين وسبعة من عشر كيلو متر ففي كمية مية تغطي الارض بس لو هي مسطحة الارض طبعا فيها مرتفعات وفيها منخفضات فالرب رفع الجبال وخفض قاع البحار فده اللي خد المية اللي بعد الطفان توزعت على الارض وجزء منها طبعا تبخر وعملت شحب وعمل حاجات تانية جدا فاللي عايز اقوله ان ما يذكره الكتاب المقدس فهو صحيح والرب يسوع بفمه المقدس قال كما كان في ايام نوح لاني عارف ان احنا في القرن الواحد وعشرين هنشك في نوح ونشك في الطفان ونشك في عقوبة الله وعدل الله وتأثير ده على الحياة وهنقول ان الحياة ان احنا جينا من تفاعلات كيموية ولما نموت خلاص حياتنا تنتهي فالحياة ملهاش بداية وملهاش نهاية وتكون نتيجة في الوسط ملهاش اي معنى مع انه العكس الحياة لها بداية بالضبط والكتاب تنبأ لابد ان يكون في نهاية بالتأكيد وفي حياة ابدية لليؤمنوا بالرب يسوع المخلص ترجمة نانسي قنقر